اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات وزير عام وصلة توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في انشاء وادارة المشاريع الخدمية وقال المبارك ان مملكة البحرين تسير بخطا ثابتة لتحقيق المزيد من الانجازات النوعية عبر تعزيز اسهامات القطاع الخاص في المسيرة التنموية الشاملة والحرص على اشراك القطاع الخاص وزيادة الشراكة معه في مختلف المشاريع الخدمية وبين الوزير المبارك في تصريح له ان العمل مستمر لتفعيل هذه الشراكة وصولا لتحقيق الاهداف المنشودة في تحقيق اقتصاد مستدام وتركيز دور الحكومة على رسم السياسات والاستراتيجيات ومراقبة مقدمية الخدمات وتنظيمها واشار الوزير الى ان وزارة شؤون البلديات والزراعة قد تبكنت من انجاز العديد من المشاريع الخدمية بالشراكة مع القطاع الخاص موضحا ان الوزارة بصدد توسيع هذه الشراكة في المرحلة المقبلة عبر الفرص الاستثمارية المتاحة في املاك البلدية واشدد سعادة الوزير على ان حكومة مملكة البحرين قد عملت على رسم الاطر اللازمة لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال رؤية البحرين 2030 التي تؤكد على دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة مشيرا الى ان الحكومة وعبر برنامج عملها عملات على دفع القطاع الخاص ليتبوأ دورا اكبر كمحرك الرئيسي في عمليات التنمية وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على استمرار العمل نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال خطوات متتالية ستقوم بها الوزارة في المرحلة المقبلة اشتركوا في القناة